ضمن خططها التطويرية للارتقاء بخدماتها المعلوماتية بإصدار وات جديد رخص القيادة بشكلها الجديد تواصل الإدارة العامة للمرور إصدار رخصة القيادة الذكية الجديدة والتي تحمل مواصفات ذات سمات أمنية حديثة نعم هذه الرخصة الذكية تواكب المواصفات العالمية والمعايير الدولية وتحوي على سمك أمنية بل سمات أمنية حديثة لمنع التزوير تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير رخصة القيادة الجديدة ذكية وبمعايير دولية وذات سمات أمنية وشكلية حديثة ومواكبة للتطورات والمواصفات العالمية أضف لذلك تحتوي على سمات أمنية حديثة لمنع التزوير وفي زيارة الإدارة العامة للمرور رصدنا سير العمل بإصدار وتجديد رخص القيادة الذكية الجديدة طبعا الرخصة هذه تمساز بالبر كود والشيب الحاملة داخل بيانات الشخص نفسه يقدر يستفيد منها عن طريق أي جهاز تبع المعلمات كل رخصة كانت بروحة لوحدة الآن صاروا كلهم بكرت واحد كرت مطور يمتاز من الخلف الآن الشخص اللي معاه أكثر من رخصة راح يتم دمجها عن طريقها بالكرت واحد مثل ما هو مسجلان رخصة الخاصة كذلك رخصة دراجة كان يحملها وكذلك كان عندها رخصة إنشائية الإدارة العامة للمرور في مختلف المحافظات تقدم خدماتها على أكمل وجه بل أيضا أصبح الآن التقديم لرخصة القيادة الجديدة عبر خدمة الأونلاين للإصدار أو التجديد أو بدل تالف أضف لذلك الاستلام يكون عن طريق الأجهزة الإلكترونية في بعض المجمعات التجارية إلى جانبي التقديم المباشر في إدارة المرور طبعا نتوجه إدارة العامة للمرور باستبدال جميع الرخص القديمة النوع البلاستيك إلى الرخص المطورة الذكية بالبداية بلغ جميع المواطنين والوافدين بتجديد رخصهم واستبدالها عن طريق الأونلاين هذه الخدمة تكون أسرع وأسهل من خلال عمل أكاونت موقع وزارة الداخلية بطلب تجديد أو بدل تالف أو بدل فاغد عن طريق الموقع ويتم الاستلام بخصوص المواطنين ممكن يراجعون مراكز الخدمة التابعة للمناطق سكنهم أو من خصوص الأجانب من خلال إدارة المرور بالمحافظات الست يبقى إصدار رخصة القيادة الجديدة سهلا وميسرا للمواطنين والمقيمين في الإدارة العامة للمرور أو عبر خدمة الأونلاين رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر